موسيقى موسيقى هذا سؤال لما حللهم الإعراب بين قوسين لأن ما يقوم بالمحمد الآن جاء نتيجة لا نقول فشل الحوار وإنما عدم الوصول إلى حلول تراعي مبادئ الدستورية وتراعي حق المواطنين في الولوج مستنري للعدالة وتراعي مبادئ العدالة في توزيع التكاليف للدولة والعدالة الضربية ذلك أن المقتضايا التي جاءت فيها مشروع قانون المالي سنة 2023 أولا لم تكن موضوع حوار مع الفاعلين في قطاع مع المؤسسات المهانية لكي تكون قابلة للطبيق لماذا؟ لأن هذه المقتضايات جاءت ومخدتش بعين اعتبر خصوصيات قطاع العدالة قطاع العدالة ليس قطاع اقتصادي صرف قطاع العدالة له علاقة بدولة الحق والقانون له علاقة بتمكين المواطنين والمتقادلين والمرتفقين ملحق في الولوج مستنير للعدالة إذن كيف يعقل أنك تقوم بتضريب قطاع اللي هو قطاع حقوقي وقطاع اجتماعي والتعامل معه كثير من التعامل لك التعامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى اللي يعطي مجموعة من تحفيزات وكناعفونا في قطاع العقار وغير القطاعات اللي يمكنت الدولة مجموعة من تحفيزات رغم أن قطاعات قصادية صرفة إذن كيف يعقل أنك تطلب أنك تأدي تصبيق عن ضربة على الدخل في كل ميلف بغض النور عن طبيعته معروض عن محكمة إدائية 300 درهم ومعروض عن محكمة السنف 400 درهم ومعروض عن محكمة النقب سمية درهم وكل إجراء غير قضائي في طرفة 148 خصك تأدي عليه 100 درهم بمعنى أنه ميلفات اللي عندها لقب الطبيعة الشمعية وكان عرفوا إلا حللنا إحصائيا الميلفات المعروضة على المحاكم كالقوا بأن 71% من هذه الميلفات يطلب الميلفات اجتماعية ومرتبطة بالفئات الهشة بالدرجة الأولى إذن كيفاش غيمكن أنك تفرض هذه المبالغ وكتقول مثلا هذا المتقد المواطن إلا بغيت المشاهد المحامي رخص تعطيع على الأقل 1,000 درهم لأنه ملزم ضريبيا أنه يؤدي واحدة المبلغة تصبيق على كل ميلف إذن معنى هذا أنك حرمتي من هذه الفئات الهشة من الاستعانة بالمحامي لأنه ممكنش يؤدي هذه المبالغ وحاكا نعرفوا الوضعية ديرهم كيفاش غيمكن نطلب مثلا من عامل مطرود أنه يؤدي تصبيق المحامي في 3,000 درهم باش يمكن أدي عليته هو تصبيق ديها 300 درهم وتصبيق ديها 4 مدر في الاستيناف وغيرها من إذن هذه ركض ضرف العمق الحق في الولوج مستنري بالنسبة للمرتفق هذا المتضرر الحقيقي هو المواطن هو المرتفق من سحب من فئة الهشة أو من دول فئة الهشة نقطة أخرى نقطة أخرى عندها علاقة بالعدلة الدريبية إذن إلا رجعنا مقتضيات دستورية والإلا رجعنا المدونة العامة للضرائب كان ناخد في ميقوس لياغ بالنسبة للضريبة على الدخل أنها تفرد على المداخل الصافية يعني بعد خصم المصاريف في حين هذه المقتضيات تفرد على مداخل احتمالية يعمل بقى ما كناش أصلا إذن هذا ركض ضرف العمق العدلة الدريبية هذا كيخلينا أنه المحامون يحتجون على هذه لا عدلة ضريبية وحرمان المواطنين من حقهم في الولوج المستنري للعدلة أما على المستوى أداء الضرائب فالأكيد أن المحامين شأنه شأن المواطنين هم ملزمون بالمساوات أو أداء التكاليف العمومية في طر مبدأ المساوات إذن لو أن الحكومة أو القطاعات الحكومية المعنية فتحت حوار مع الفاعلين في القطاع ومؤسسة المهنية كان ستعرف طبيعة هذا القطاع ومن خلاله كيمكن أن نوضعه قواعد لتراعي أولا توزن المالي للدولة وتراعي كذلك توزيع العاديل بالتكاليف بالنسبة لجميع القطاعات زائد أنها تراعي خصوصيات المفروضة على مستوى قطاع العدل واللي كان عارف بأن المغرب هو عنده تزامات دولية في طر أوفاق الدولية وفي طر الدستور أنها تضمن لمحاكمة العديلة وتضمن الولوج مستنير إذن بهذه المقتضاية ترى حرمتي واحدة في أداء 70% من الحق من الولوج مستنير للعدلة ما كان نقولش بأن المهنة مستهدافة بقد ما كان نقول بأنه غياب الحوار لأنه كان عارف بأنه إعداد ميزانية كيتم على مراحل ولكن القطاع كي يكون مقترحات دياله فيما يخص القطاع بمعنى أنه ربما وزارة العدل لم تكن أمينة بين قوسين فيما يخص عرض الواقع الحقيقي بالنسبة للقطاع الميهنة الحرة المرتبطة بادي بش يمكن ضمن العدلة الضريبية إذن فالمسألة ديال أنه مستهدافة وغير مستهدافة ما مطروح شيء ولكن أنه كربما هذه الاستضامات جاءت نتيجة الغياب المقاربة التشاركية اللي يمكن أنه تدي إلى تجويد النصوص القانونية سوى تعلق الأمر بالنسبة للآن والميف المطروح الآن واللي صعيب هو الميف اللي عنده علاقة بالضريبة وحتى في الميف الأخرى اللي عنده علاقة بسميته اللي عنده علاقة الآن بالولوج للمحامات كنا عرفوا أن المهنة مقبلة على المتيحان اللي مرشحي في الآن كانت جاوزة 70 ألف وكان عرفوا بأن الدولة نفسها لا تعتقد أنها تستعب هذه العدد من حامل الشواهد وكان نستعبش بأن إلا حللنا عدد المحامين عام السنوات العشر الأخيرة كان قوي بأنهم أرى المحامات تستعبت كتر من 30% من خارجي كلية الحقوق إذن هذا رأى النفس داله رأى فيها كم كانت تديل بين قوسين الإفلاس بالنسبة للقطاع إذن لابد أنه حتى بسبب جميع القطاعات وإذن فقط بالنسبة للدولة جوابا على سؤالكم أظن أن مهنة المحامات مستهدفة على إتر هذه الأهجمة الشارسة من طرف الحكومة اللي بغى تثبت واحد العدد ديال المشاريع القوانين بدون طريقات الشاركية بدون استشارات المعنيين بالأمر على وهم الفاعلين في ميدان القادة من جميع المشاريع هذه المهنة ديال المحامات لعبت دور أساسي في تاريخ المغرب وفي إرساق وعي الديمقراطية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وعن ضحايا سنوات الرصاص هنا الآن صبحت مستهدفة لأنها ما زال دي المهنة كتحارسة على استقلاليتها وعلى نضالها من أجل المبادئ الأساسية في احترام لتوابط الدستورية والديمقراطية بالمغرب اشتركوا في القناة